في الحقيقة كلنا بنشوف الحرارة غير المسبوقة اللي بتحصل في مصر وفي العالم كله وخلينا أقول لكم إن بنشوف ساعات أو بنسمع عن منخفض الهند الموسمي اللي بيأثر دلوقتي على كل المنطقة سمعنا قبليها عن المنخفض الحار اللي جاي من شبه الجزيرة العربية وسمعنا إن الموجات بتركب فوق بعضها أيضاً وده اللي بيخلي درجات الحرارة غير مفهومة كل الموجات دي نتيجة طبيعية للتغيرات المناخية اللي أثرت على كل حاجة على الطقس على المناخ على الحاصلات الزراعية على الأمن الغذائي على الصحة العامة علشان كده شفنا تحذيرات صادرة من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بتحذر فيها من ارتفاع المخاطر الصحية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة اللي بقت بتشكل خطورة كبيرة جداً على الصحة العامة صحيح يا مستفى حيانو التغيرات المناخية بقت واقع وتأثرها بنشوفه كل يوم في درجات الحرارة والموجات الحارة اللي موجودة من فترة يمكن حتى إحنا بغدين الموضوع شوي على سبيل هزارة درجات الحرارة المرتفعة بقيننا بنتعامل معها بقين نسمع درجات حرارة يعني ما تهودناش عليها مش متعارف عليها عندنا إن احنا نسمعها وطبعاً يعني الحياة دي مش حالة مصرية بس لا دول كتير جداً في العالم سجرت مستوى قياسي لأعلى درجات الحرارة على الإطلاق يمكن آخرهم كان في أمريكا كان في موجة حرش شديدة جداً في اليومين اللي فاتوا في بعض المناطق كمان سجرت درجة حرارة 42 ودي تعتبر أرقام كبيرة جداً بالنسبة للتقصر مناخ في الولايات المتحدة الأمريكية مش بس كمال الولايات المتحدة الأمريكية يا مصطفى يمكن حتى في أوروبا دول كتير جداً أوروبا سجرت درجات حرارة مرتفعة جداً سمعنا عن جفاف أنهار سمعنا عن حاجات كتير جداً ما كناش حتى بنتخيل نحن نسمعها في يوم الأيام وكل ده حصل في فصل الربيع صحيح يعني كل ده احنا بنتكلم أنه حصل في أيام الربيع اللي هي عموماً في الأيام الخوالي كانت فيها نسمات الربيع الجميلة كنا بنشم فيها الهوى الحلو وكان بيبقى يعني فصل متوسط ما بين فصل الشتاء وما بين فصل الصيف لكن فصل الصيف لسه بادي من كم يوم ده معناه أن الطقس في الصيف اللي جاي مش هيكون قلطة في حاجة خلي بالكو احنا بقلنا خمس ست سنين كل مرة بنسمع الطقس الصيف هذا العام هو الأشد على الإطلاق نسمع بعديها فصل الشتاء هو الأكثر سقيعاً على الإطلاق احنا كل سنة كده يعني دوروا على جوجل هتلاقي عشرين اتنين وعشرين كده تلاتة وعشرين كده واربعة وعشرين كده ضروري أن الناس تخبالها تحاول أن تتجنب بقدر الإمكان التعرض المباشر لأشعة الشمس وخصوصاً الناس اللي عندها طبعاً أمراض مزمنة ما بتقدرش تتحمل أي إجهات حراري زي الأطفال والمسنين لدرجات الحرارة بتأثر عليهم بشكل مباشر كل تأكيد يمكن التغيرات المناخية مصطفى ما بقتش زي ما كنا بنشوف زمان ما بقتش على هامش أجندات المؤتمرات الدولية بالعكس بقى فيه مؤتمرات دولية خاصة وبقى فيه قمم دولية بس عشان التغيرات المناخية لأنه خلاص كلنا بدأنا نلمس أثار هذه التغيرات المناخية على حياتنا إحنا المباشر الأول كنا بنسمع يمكن عن هذه الأثار على حاجات بعيدة عننا ما كناش فهمين أبعدها ما كناش فهمين إزاي هتؤثر علينا بهذا الشكل لكن دلوقتي خلاص بقينا بنشوف جفاف أثرت على الزراعة أثرت على حياتنا إحنا وإحنا بنتعمل حياتنا اليومية أثرت على حاجات كتير جدا بقينا بنلمسها وبقينا حاسين بيها الموضوع ما بقاش هزار آه صحيح أنه لازم يكون فيه تحركات دولية على صعيد كبير لكن إحنا كمان لازم يكون فيه تحركات لها علاقة بسلوكياتنا إحنا إحنا عادنا على مدار السنين كتير جدا جدا بنتعامل مع الكرة الأرضية على أنها مش هيتغير فيها حاجة وبقينا بنتعامل معها على أنها هي مستبرة معنا بهذا الشكل وأن إحنا نقذي البيئة وأن إحنا ندمر البيئة بأفعال ما كناش فعلا حطنا لها أو حسبنا لها حساب لكن دلوقتي بقينا نجني ثمار هذه السلوكيات وبالمناسبة إحنا لسه فيها زي ما تبعنا يمكن محنة كورونا على قد ما كانت ما إحنا فعلا يا مصطفى لكن خلتنا برضو لما بدنا نعود في البيت شوية والمصانع وقفت شوية برضو بينات لنا إن إحنا لو غيرنا سلوكياتنا فيه أمل فيه أمل بالعكس البيئة تعافت إلى حد ما فإحنا لسه في إدينا في إدينا أن إحنا ببعض السلوكيات بالمناسبة البسيطة جدا نقدر أن إحنا نحاول أن إحنا نتعافى وننقذ ما يمكن إنقاذ ولا أي حال إحنا النهاردة هيكون معنا فقرة في منتهى الأهمية عن التغيرات البيئية والاحتباس الحراري إيه اللي حصل في العالم التغيرات المناخية توصل بنا لحد فين لو مرجعناش مرة تانية وعدنا حسابتنا في سلوكياتنا بصبح على حضراتكم من جديد صباح الخير والسعادة عليكم جميعاً وصباح الخير يا مصر